قال وزير الإعلام معمر الإرياني أنه لا يوجد منتصر أو خاسر في اتفاق الرياض والوطن بقيادة فخامة الرئيس عبد الربع ونصر هادي من انتصر داعيا إلى خطاب إعلامي جديد لا يستجيب لأي خطاب استفزازي جاء ذلك خلال لقاء موسع للصحفيين والإعلاميين من مختلف المؤسسات الإعلامية الحكومية المساندة للحكومة الشرعية والذي نظمته وزارة الإعلام لشرح مضامين اتفاق الرياض من وجهة نظر قانونية وتشريعية وأضاف نحن بحاجة إلى خطاب وطني وأخلاقي يبرز الصورة الإيجابية ويقدم نموذجا للسلام والوئام دعيا جميع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية المساندة للشرعية إلى إظهار الجانب الإيجابي من اتفاق الرياض كونه يحقق المصلحة الوطنية ويحافظ على كيان الدولة وتواجدها في مختلف المحافظات المحررة وأشار وزير الإعلام إلى أهمية تقديم خطاب إعلامي منضبط جامع والابتعاد عن المناكفات السياسية وتوجيه البوصلة تجاه العدو الأول للشعب اليمني المتمثل في ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران وأشاد بحرص القيادة السياسية على الحفاظ على الثوابت الوطنية والمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 22-16 وثمن الإيراني الدور الأخوي الكبير الذي لعبه الأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والمتابعة المباشرة لسمو الأمير خالد بن سلمان من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق الذي يعزز من وجود الدولة ويوحد الصفوف لمواجهة المشروع الإيراني في اليمن والمتمثل بالميليشيات الحوثية ودورها في مرحلة ما بعد الاتفاق من خلال اللجنة المشتركة المشرفة على تنفيذ الاتفاق من جانبه قدم المستشار والخبير القانوني محمد ناجي علاو في اللقاء شرحا توضيحيا لبعض مفردات اتفاق الرياض مشيرا إلى أن الاتفاق يؤكد على شرعية مؤسسات الدولة ويحفظ كيانها واعتبر أن لا منتصر في الحروب الأهلية والضرورة تقتضي التوافق والاتفاق وأن نجاح اتفاق الرياض له بعده الاستراتيجي ويهم اليمن والمملكة بالدرجة الأولى وأكد أن الاتفاق مترابط ولا يمكن اجتزاؤه أو تجاوز ما ورد في ملحقاته من جانبه قال المحامي محمد المسوري أن هجوم ميليشيا الحوثي الانقلابية على الاتفاق دليل على صوابيته مؤكدا على ضرورة دعم الاتفاق من جميع الصحفيين والإعلاميين كونه يحقق مصالح الحكومة الشرعية ويحقق الشراكة الوطنية مع كل القوى بما فيها المجلس الانتقالي وشدد على أهمية توحيد الخطاب الجمهوري بين القوى الوطنية وضرورة تناسي الخلافات الماضي وتوجيه البوصلة باتجاه الميليشيات الحوثية مؤكدا أن هذا الطريق الأمثل لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب اشتركوا في القناة